بسم الله الرحمن الرحيم أهل وسهلا بحضراتكو وشركات الحرية المالية أو شركات التمويل طبعا احنا هنا لسنا بصدد من هي أفضل شركة تمويل ولكن هشرح لك باستفادة شديدة كل شركة تقدر تجيب منها ايه تحصل على ايه طبعا تي اف تي هي أعلى شركة تمويل دفعت أرباح دفعت أكتر من 200 مليون دولار طبعا شركة عملاقة جدا ويفضل لو واحد عاوز الحرية المالية يفضل طبعا انه يعمل حساب في هذه الشركة بيتميزه انه عنده الحساب اللي هو الربعمائة ألف ويمكن دمج الحسابات بس تكون من نوع واحد يعني حساب ستندر وحساب ستندر لغاية ستمائة ألف تمام طبعا الحساب الستندر الميني موم تريدينج ديز تلات أيام وعندك الرفعة واحد لامتين لو انت لن تترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع تمام ما liberated기를 متعلقن لو هلتترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع ستكون وهنرفع واحد الى ستين fteين هتبقى الرفعة واحد الىستين في الحساب التاني اهو تمام وهنرفع واحد الى ستين تمام اهوه ترك السفقات لما بعد نهاية الأسبوع مسموح به تمام يكون فرقتي من الاعادي والسوينج تمام تمام طيب انا بالنسبالي تحالى إسطاندر ده مساحة كبيرة جدا يعني لو واحد يدخل بلطات عالية الستاندور مناسب جداً لي الحساب الربعميمة ألف يعني بتتكلمني في تراجع قد ايه بتتكلمني في تراجع كلي تمانية وعربعين ألف تراجع كلي تمانية وعربعين ألف دولار تمام يعني هتخسم الـ تمانية وعربعين ألف دولار من الربعمية هتطلع لك ٣٥٢ لا تصل إلى ٣٥٢ ألف ويشتغل برحتك الماكسي دي اللي لوز ده بقى الحكاية 24 ألف معاك 24 ألف علشان كده أغلب المتاجرين في العالم اللي بيعملوا أرباح بيعملوا أرباح من الأكاونتات ديت من الريال ومن الستاندر تمام بس هما دلوقتي بدأوا يتاجهوا للريال تشالنج يعمل إيه صاحبنا ده يشتري الحساب اللي هو 300 ولما يربح وربنا يكرمه ياخد حساب تاني 300 ويدمج اللي تين مع بعض فيبقى حسابه 600 ألف طبعا حاجة غير طبيعية لما يكون معاك 600 ألف فأنت التراجع الماكسي دي اللي لوز ده تراجع اليومي هيبقى 30 ألف والتراجع الكل هيبقى 60 ألف حاجة غير طبيعية فبنشوف متاجرين يحققوا 100 ألف و20000 و50 ألف طبيعي ما أنت معاك تراجع باسم الله ما شاء الله 60 ألف تراجع كل و30 ألف تراجع يومي تمام فطبعا زفاندة الريدر هي الخيار الأول لو أنت بتسعى للحرية المالية وتقع تحت كلمة لكن دي ألف خط نسبة النجاح لا تتجاوز نسبة النجاح لا تتجاوز الخمسة بالمئة يعني كل مئة متاجر يدخلون إليها خمسة بس اللي بينجحوا خمسة اللي بينجحوا اللي بينجح بيحصل بقى على البيئة أوت الكبير تمام شركات الحرية المالية هتلاقي نسبة النجاح بسيطة تمام اللي أبسط منها FTPO FTPO طبعا شركة عملاقة جدا ذاتها مصداقية عالية وحاجة غير طبيعية تمام أنا أعرف اللي هو الشخص اللي هو سحب خمسمائة ألف وسحب بعد كده متين ألف يعني سحب حوالي سبعمائة ألف تمام ففيها صحبات عالية يعني من الشركات اللي فعلا حرية مالية لكن بتسباها TFT يعني FTPO سبعين مليون دولار سبعين مليون دولار هذا العام الفين اتنين وعشرين لكن TFT كانت متين مليون فشوف السباق بقى عمل ازاي شركتين يعني عمالقة يعني بيقاوت لم نسمع عنه في أي شيء في أي شركة في العالم دول أكتر شركتين بيدفعوا دول أكتر شركتين تعرف تطلع منهم فلوس دول أكتر شركتين تشعر وانت بتتعامل معهم انك بتتعامل مع بنوك تمام طيب الشركة التالتة اللي هي برضو بتدفع اللي هي شركة MyForexFund MyForexFund ايه دي هو الكمبيوتر هيروحها دلوقتي اهو تمام مايForexFund شيء غير طبيعي يعني احنا لما دخلنا على الانستجرام الخاص بيهم اهو وجدنا صحبات اهو 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 رايح تمام ممكن يكون بعيد شوية اهو ممكن لديه ده سحب 65216 اهو وده سحب 55000 لا هم بيقول لك 55 مليون 306 البيت اوت شفت بقى يعني بقى دي التالت دي الشركة السالسة بعد مين بعد FTMO FTMO 70 مليون ودي FTMO 200 مليون ومايForexFund 55 مليون حاجة غير طبيعية شركات يعني اهو ده صاحبنا صاحب 1224453 ربنا يباركله مش عارف اه ده ولد ولا بنت اهو 32307 تمام و اصبحت التفرقة بين الولد والبنت صعبة اه 50118 19 1467 تفرقة صعبة في زماننا هذا يعني حاجة اه 145127 اتنين وخمسين الف خمسمية خمسة اربعين اه 145 الف ده حاجة خطيرة جد اتنين وستين ألف سبعمية وسبعة اه صحبات حلوة صحبات وده 48 ألف سبعمية أربعة وستين ليه حزين يا ابني وما لو ما سحبت هتعمل ايه تولع فينا حاجة عجيبة جدا يعني والله هو مش تنم ونخلي بالك يعني بس هو ليه يعني الراجل ده سعيد هو الراجل فرحان 127 23 ده حزين حزين ليه انت سحب تبادي واربعين يعني كان نفسك تعمل أكتر المرة اللي جاية مفيش مش كلا 127 23 ممتاز 120 491 صحبات عالية صحبات فوق الميت ألف أنا بحب قوي الصحبات الفوق الميت ألف هي دي بقى الشركات الحرية الملية 33 ألف تمام فكويس 29 641 ممتاز أهو بيقولك إيه لا ده آه ده لأ فيه اللي هو الوكلي كانوا دفعوا في الوكلي هنشوف ده 27 ألف لأ فيه اللي هو الدفع آه هو أهو هو بقولك دفعنا هذا الأسبوع مليون ربعمية وعشر 118 هو ده ليه همني اللي هو تم الدفع في أسبوع واحد مليون ربعمية وعشر طبعا رقم خيالي رقم خيالي تمام طبعا ربنا يسر الحل أنا كانت الشركة كنت رسلتها وقالوا اللي هم بيعطوا لي كوبون خصم 5% إن شاء الله أحصل عليه وأضع في اللينك بالأسفل إن شاء الله أجب لكم خصم 5% إن شاء الله تمام فلا شركة هيلة بصراحة شركة هيلة تمام خلينا بقى ده كانوا 6 مليون هنا كانوا هنا فيه صحبات تاني ده الانستجرام الخاص بي تمام طبعا تهبط أدنى الموقع وإيه الانستجرام والفيسبوك وإيه كل بقى الحاجات اللينكات الخاصة بيهم تدخل وتعرف اللينكات الخاصة بيهم لما تكبس على الدسكورد الخاص بيهم تفاجأ إن هو 10,396 أونلاين متاجر وعندهم أعضاء 149 607 حاجة خيالية جماعة تمتخيل أعضاء في الدسكورد 149 600 دخلي بالك فيه ناس متعرف يعني الدسكورد يعني دخلوا شركات التبويل ومتعرف الدسكورد فتخيل إن دول بس عندهم 149 687 متاجر رقم كبير جدا طبعا لما دخلت قال لي هو أنت إنسان ولا روبوت والله العظيم إنسان والله مش مصدق الكمبيوتر غير مصدق أو حتى بيقول للي ويت انتظر دجاجة دجاجة مش عارف بي بق دي فرق بلدي هتعتبروها دجاجة ولا مش هتعتبروها يعني مش عارف طب وبعدين آه نيكست برضو لأ قال لك لأ إنت فشلت دجاجة 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 وبعدين بق دجاجة دجاجة آه ها برضو با لأ أنا تلعت ربوت طب وبعدين بق آه الصورة في ده صورة ايه مش فاهم صورة نحلة ولا صورة ايه مش وبعدين معاكم اهو اهو ده ايه مش فاهم برضو بنفعتش برضو شايفة مش شايفة اهي تمام هي دي كمان اهو رجعني تاني موقع تاني موقع تاني موقع تاني للدجاجة سبنا السوق ونفضل بقى في صورة الدجاجة ده طول اليوم اهي دجاجة دجاجة وبعدين شفت بيحصل فينا ايه في اسواق المال تخيل واحد محترم راجل كبير زو علم يقعد يعمل صور دجاج متخيل ايه دي 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 يقول لي انت جننت ليه او ها لسه طب احنا وقت البرنامج اا 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 اغلق التسجيل عشان نشوف بس المعاناة اللي احنا بنعملها مع شركات التمويل ايه دي دجاج هو يقصد الدجاج الاصفر تقريبا دي بقى دي ميلة على الصفار وعدين مكناش كباسنا هنا ده كل ده عشان ندخل الدسكورد الخاص بيه ده ده جابوا ايه برضو النحلة ملل يعني يقول الرجل ده خلاص احنا ملينا منه فندخله خلاص هو غالبا اه هو دخلني ملل يعني حاس ان انا هاعد طول اليوم مش هوصل للدجاجة والحاجات اللي هم عملا ملاش يعني اغلب الشركات بتدخلنا مرة واحدة مش لازم البي اوت مش لازم صور الدجاج والحاجات دي مش لازم ايه دي بق البي اوت حتى البي اوت عاملينه بصور صويرة جدا 2900 ده 160 دولار ده يستحق زكاة المال فيش بق فيش ده مش عارف شاطب على ايه تمام لكن ساحب اهو ده ساحب 4000 4130 وهكذا يعني الصحبات هتلاقي فيه صحبات كتيرة اهو في الدسكورد ده ده ساحب تقريبا مبلغ كبير والله ما شايف نعمله كده 6000 6600 هم عاملين الحقيقة لا يعني صعبة جدا الشركة الرابعة في مسألة الدفع هي E8 تمام يبقى احنا عندنا اربع شركات لو انت عاوز تدخل مع شركات هم افضل اربع شركات هي زي ما قلنا TFT Ftmo MyForexFund و E8 دول شركات الحرية المالية اللي انت هتسحب منهم صحبات عالية جدا طبعا اعلاهم هي TFT وبعد Ftmo و MyForexFund لكن احنا لاحظنا ان MyForexFund فيها صحبات اكبر من Ftmo تمام لكن ده لا يمنع ان Ftmo برضو بيحدث كده في شهر من الشهور تلاقي واحد بيسحب 200 واحد بيسحب 130 150 وهكذا تمام يبقى هو افضل اربع شركات من حيث الحرية المالية يبقى اربع شركات للحرية المالية طيب لو انت مش جاهز لشركات الحرية المالية ليه شركات الحرية المالية عندهم مشكلة ان نسبة النجاح عندهم اقل من 5% يعني المتجرين اللي هيدخلوا كل 100 هينجح معهم 5% او اقل لكن انا جايب لك شركات اللي هي ايه زيادة الدخل مجرد زيادة الدخل ما تطمعش معهم اكتر من كده طبعا كان اصدقاء سألوني عن OFB طبعا دي اول شركة امرش حالك انك تدخل OFB هي اعطيك 25% كانوا بيسألوني على عدد العقود عدد العقود ما فيوش اي مشكلة جماعة يعني في ناس كتير سألتنا على عدد العقود انت هتدخل كده على الرولز تمام تمام انا دخلت على الرولز سألتنا تهبط بالاسفل date شايف gambling date هتضغط عليها هتشوف الحزبة الخاصة بالعقود هو بيحسبها ازاي تهبط بالاسفل كده بما اننا دخلناها اول ما يقول gambling تقول اهو اهو سياسة gambling تمام هيعملها ازاي هو زي ما قلت لك بيعملها لك متوسط يعني بيعمل لك حجم التداول والتريدة حجم التداول والتريدة تفاهم وبعد كده يجمعهم لك ويقسمهم على العدد ولا عشان يعني ابعدك عن هذه القسمة والجامعة والطرح والكلام ده قلت لك ايه وحد load size بتاعك تمام حاجتين لازم تفاهموا ان كل اسبوع بيحصل restart اللي هو ايه تبدأ من جديد كل اسبوع اللي انت تغير من احجام التداول وكل زوج عملة لو كل اداة لها الحجم اللي انت عايزه يعني دخلت على اليورو دولار بعقد standard مفيش اي مشكلة عندك انك تدخل على bown dollar ب2 standard او 10 standard او ب1 دولار تمام كل اداة وليها الحجم تمام وطالما انت عملت الحجم مفيش اي مشكلة هو كل الحكاية انه مش هيحسب لك الكلام ده في الارباح لو انت ده جواست 2.5 الفوق و2.5 بالاسفل او بيقسمها ايه على 2.5 اه بيقسمها ايه على 2.5 تمام وبيضربها ايضا في ال2.5 تمام يضرب ويقسم في ال2.5 انا واحد و7 من عشر ايه اضربها في ال2.5 تمام بعد ما عمل المتوسط لان في ناس تقول ايه لا يا اخي ده هو المفروض ان انت تقول المتوسط ما انا قلتلك لو انت وحدت اللوت فخلاص مفيش بقى متوسط تمام يعني انت لو عملت اللوت مثلا ب2 دولار عملت 6 دريدات هيطلع لك 2 دولار عشان تريح ايه تريح دماغ خلاص تمام يبقى توحيد اللوت هيسهلك انت بحس تبقى عارف انت حدودك ايه تمام وكل زوج عملة تبقى عمر اللوت سايز الخاص بي هتضرب في 2 ونص وتقسم على 2 ونص الامر سهل الامر سهل ما فيهوش اي مشكلة طيب تموحطك مع هذه الشركة تموحطك في حدود يعني الحساب 100000 تموحطك ما بين مثلا 1000 دولار ل 10 تلاف ل 12 ألف دولار ايه في الحدود ديت تمام لغاية 12 ألف دولار معاك وبرضو حساب الخمسين برضو لغاية 12000 دولار و10 تلاف دولار لكن هو المعقول والمعتدل يعني 2003 و4 في هذه الحدود تمام لكن الامر ممتاز طبعا الامر ممتاز لما اشتري لي حساب ب300 دولار وطلع منهم اعمله 20 الف دولار فيبعت لي 5000 دولار ده زي الفل طيب اعمل 5000 دولار 1200 زي الفل ده انا لو عملت كل شهر 1000 دولار فقط لغير تمام لاني خلي بالك ما فهش تقييمات لو عملت 1000 دولار هحصل على 200 و50 دولار طبعا انا دافع كم يا جبعة دافع 300 دولار ده زي زي الفل تمام ومعايا حساب ب50 1000 دولار تراجعه اليومي 2500 وتراجعه الكل 5000 تمام براحة راحتك تمام فهي زيادة للدخل لكنها لا توصل للحرية المالية الا لو انت عملت مفهوم تفتح اكتر من حساب وتعمل اكتر من صفقات وكل حساب IB مختلف والكلام ده مش بيدقق وقوي على IB يعني الشركة دي من الشركات اللي هي مش بيدقق قوي في IB طيب الشركة التانية اللي هي زيادة داخل FT Plus طبعا FT Plus يعني اغلب الاصدقاء دخلوا هذي الشركة يعني اصدقاء كسرين طبعا احنا حاصلين على كود خصم 10% في هذه الشركة تقدر تدخل عن طريقنا في الرابط واي ايت ايضا فيها كود خصم 10% وباقي الشركات احنا اغلب الشركات عاملين اكواد خصم تمام طبعا إكسبيرانس تريدر هو الأفضل أفضل من ادفانس تريدر لو انت مش عايز تترك الصفقات لما بعد نهاية الاسبوع ولو انت مش عايز تعمل اقاف خسارة تمام لكن إكسبيرانس تريدر مفهوش بقى وضع اقاف خسارة ومفهوش ايضا ترك الصفقات يعني ممكن تترك الصفقات لما ما فيش اي مشكلة لكن المشكلة الكبيرة التي تنتهك الحساب في قاعدة الخمسة بالمئة خمسة بالمئة يومي وعشرة بالمئة كله تمام؟ طبعا مسألة اللي هو الريلاتيف درو داوين ديت احنا شرحناها ان هو متحرك متحرك لغاية ما تعمل العشرة بالمئة تمام؟ بعد ما يبقى الحساب فاندت او ما تعمل العشرة بالمئة خلاص ما يبقاش متحرك ويبقى ثابت واحنا اعتقد ان احنا شرحناها باستفادة شديدة انا من رأيي اكسيبيرانس تريدر هو الافضل في هذه الشركة ولما تشتري حساب في هذه الشركة انا نصيحتي اشتري الحسابات الكبيرة ما تشتريش الحسابات الصغيرة هقولك ليه انت لو تشتري الحساب الصغير يعني مثلا اشتريت الحساب اللي هو اكسيبيرانس تريدر دا تمام؟ اشتريته اللي هو بـ 12500 تمام؟ فانت متخيل بقى التراجع بتاعه الـ 6% قد ايه؟ تراجع بسيط جدا تراجع بسيط فانت هتمشي معاه يعني بالعشرة سنت هيبقى الأمر صعب يعني مثلا هنا بقى الـ 5000 تمام؟ الـ 5000 تراجع من الـ 6% كام؟ اعتقد 300 صح؟ 300 300 دولار متخيل حساب الـ 5000 أعتقد 30000 اعتقد 30000 3000 دولار فـ 3000 دولار دا يبقى الـ 25 انت بتكلم في 1500 يبقى دا 750 750 تراجع كل طيب 750 تراجع كل دا هتكون مشكلة عندك في ايه؟ هنفترض ان انت مثلا صعبت الى الـ 14000 14000 ما ينفعش ولا يجوز ان تهبط الى 13250 يفضل الـ 750 معاك فهم الحيطة ديت؟ يعني اعلى ايكوتي وصل اليه الحساب ما ينفعش ينزل عنه بمقدار التراجع الكل مقدار التراجع الكل عندك بسيط 750 دولار فانت لازم تكون حريص قوي اللي انت متوصلش للتراجع فهتبقى المسألة انت هتبقى ساحر في الاكوتيات الصغيرة لكن هتعرف تعمل معها مصاري طبعا بتشتريب 119 دولار مع الخاص من 10 بالمئة فالامور طيبة بصراحة وتشتغل بقى براحتك يعني انت عايز تشتغل في الحساب دا هو مش عاملك مدة تمام؟ فانت اصطاد بقى الصفقات تمام؟ واعملها بعشرة سنت واعمل مثلا الاستوبلوز الخاص بك بعيد يعني الاستوبلوز يكون 200 نقطة 300 نقطة اه هي لما تسمع معك هتسمع طبعا الحساب خسارته فاهم 750 لما تخسر فيه 30 ولا 20 هتسمع معك لان حساب صغير لكن احتمالية النجاح هتكون معك عالية كل صفقة تكسب منها خصوصا الحساب دا انت مطالب اللي انت تعمل كم؟ 10 من المئة 1500 دولار فبرضو الربح قليل الربح اللي انت هتعمله قليل لكن حساب مقيد قوي ما منصحش به ممكن الـ 25 اه انت هتدفع مثلا حوالي 180 دولار هيبقى معقول لكن انا قررت لك انت هنا هتدفع حوالي 180 دولار هنا هتدفع كم؟ انت هتدفع حوالي 315 لو معاك الـ 350 ادخل الـ 50 لو معاك الـ 350 ادخل الـ 350 لا ده عزرا انا قلت الفرق بين الـ 50 و المئة بص الفرق بين الـ 50 و المئة قد اه 150 دولار فانت لو معاك الـ 300 سعر بين لا تدخل الـ 100 لا انا قلت ديت لكن طبعا لو معاك الـ 180 لا يبقى الـ 25 لان هو بعيد عن الـ 350 بعيد الـ 180 إلى الـ 315 هي برضو نفس الفكر هي حوالي برضك 135 و هنا الفرق 150 بس هو افضل حساب عندهم المئة هتشتغل فيه بأرياحية حلوة جدا و المئة المئة والمئة وتختار منهم الاكسبيرانس تريدر اتفانس التريدر برضو حلو حلو في ايه اللي هو بيعطيك تراجع يومي 10 تلاف وتراجع كل 20 ألف ده في الـ 200 ألف انا بقولك على افضل حساب عندهم بس هي مشكلتك ان انت مش هتشتغل يوم الجمعة يوم الجمعة انسى انك تشتغل لانه هيسقلك الصفقات لو جاء الوقت تمام و طبعا هتكون المطالب اللي انت تعمل 10 بالمئة فالـ 200 20 ألف تمام والتراجع الكل مطالب اللي انت تعمله علشان تسحب اللي فوقيه لو انت سحبت التراجع كل يعني استلمت الحساب وسحبت الـ 20 ألف اللي هي بتمثل التراجع كل يسكرون لك حسابك لكن هيعطوك كام هيعطوك 16 ألف دولار تمتخيل 16 ألف دولار فطبعا و حكاية التراجع اليومي 10 ألف والتراجع كل 20 ألف هتعرف تعمل فيها لكن انا اعتقد افضل لترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع فيه ناس بتحب تعمل صفقات سوينجية وتتركها لما بعد نهاية الأسبوع اعتقد 3 بالمئة أو 6 بالمئة يعني هيكون 6 ألف في المتين أنا بحسب لك على المتين إن المتين بأفضل حاجة 6 ألف في المتين اللي هو التراجع اليومي و 12 ألف في التراجع الكلي ممتاز طبعا هتعرف تعمل منهم مصاري جيدة دي الشركة رقم 2 والحقيقة دخلها أكتر من 70 متاجر عربي الحقيقة وجربوها وشركة ممتازة للغاية ودعم سريع للغاية أفضل شركة فيه مسألة الدعم الحقيقة وأنا بفرح لما بلاقي شركات دعم من هذا المستوى تمام؟ الشركة الثالثة واللي متوقع منها هي تكون شركة عملاقة جدا والبرنامج اللي عندهم حاجة خرافية هي مايفوندد اف اكس تمام؟ مايفوندد اف اكس طبعا عملة اللي هو اللي هو مرحلة وحيدة مرحلة وحيدة مرحلة وحيدة 10 بالمئة فحاجة تحفة حاجة تحفة لكن كان يزود يعني هو لو كان زود ماكس تريلينج لوز لتمانية بالمئة كان هيبقى زي الفول لكن هو عملها ستة بالمئة وعمل ماكس ديلي لوز أربعة بالمئة لكن مرحلة واحدة تعمل عشرة بالمئة تستلم الحساب تمام؟ هي طبعا شركة ممتازة يعني بداية ممتازة جدا خصوصا اني unlimited يعني زيها زي اف تي بلاس خلي بالك الشركات الثلاثة اللي انا مخترهم مفهمش مدة لا يوجد لود عليك اشتغل كما يحلو لك اشتغل وقت ما انت عاوز المهم انك تعمل العشرة بالمئة فمفيش ضغط مفيش ضغط عصب عندك تمام؟ اشتغل والمينموم تريدينج ديز يوم واحد وزي الفول والماكس ديلي لوز أربعة بالمئة تمام؟ أربعة بالمئة يبقى تختار بقى الحساب المئة الف او المئة الالف تمام؟ بحيث اللي هو يعني التراجع بتاعك كويس لكن هذا لا يمنع ان الحسابات الصغيرة تعرف انت تشتغلها يعني انت لو دخلت الحسابات الصغيرة وتطلع منها قليمة هتعرف تشتغل وتطلع منهم اموال الرفعة ما يميزها ان هي واحد لمية بينما اف تي بلاس الرفعة واحد لتلاتين او اف بي الرفعة واحد لمية تمام؟ طبعا الحساب اللي هو 200 بحاجة و 250 يورو و الحساب اللي هو 100 الف ب 500 يورو و الـ 50 الف ب 300 و 25 ب 200 فانت تشتري الخمسين الف هيكون مناسب قوي لو انت تشتري الخمس وعشر لا تشتري الخمسين الف افضل وعندك المئة طبعا افضل و الـ 200 افضل شركة جيدة للغاية بنشحها بقوة وهي بداية جيدة التلات شركات Unlimited بعد كده شركة FTUK دي لوحدها يعني FTUK دي شركة لوحدها ليه؟ لان هي ولا هي من الشركات الاولى تمام؟ اللي هو فيه بيئة كبير ولا هي من الشركة اللي انت اول ما تدخل معاهم هتعرف تطلع منهم فلوس فهي شركة لوحدها شركة بتعتمد على النمو بتلعب على مسألة النمو ان هو بيعطيك 5.760.000 احنا طبعا عاملين كومون خاص من فيها 10% تمام؟ شركة رائعة لكن ما انتظرش منها العائد حاليا يعني بعد شهر بعد شهرين لأ شركة دي اشتغل بقى ان ليك 3 حسابات انك تعمل فيها 3 حسابات كل حساب ب5.760.000 فشركة يعني حاجة خيالية حاجة خيالية تمام؟ فخليها معاك تمام؟ مع الشركات الاخرى يعني خلي الشركات الاخرى اللي هي OFB وغيرها من الشركات تصرف على هذه الشركات تمام؟ ليه تصرف على هذه الشركات دي ليه؟ لان التقييمات في هذه الشركات صعبة طالما هتدخل تقييمات يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج فلوس فتخلي OFB وFT Plus وFunded FX تلات شركات دي ليه يصرفوا على باقي الشركات تمام؟ بحيث اللي انت ربنا يكرمك ويبقى معاك ايه؟ فاندد حسابات فاندد في FTMO 9 ان يكون معاك حسابين بـ 200 وتدمجهم مع بعض يبقى حساب بـ 400 خلاص خلاص احلامك كلها تحققت FTMO حسابين كل واحد بـ 200 وTFT حسابين رويل كل واحد بـ 300 ادي 600 وايضا بقى مايفوركس فاند و اي ايت و كل الحاجات ديت لما كل شركة تعمل فيها حسابات بهذا الشكل لو كل شركة هتطلع منها 5000 دولار 3000 دولار 4000 دولار هتلاقي نفسك كل شهر بتجمع مبلغ ممتاز جدا شركة مطلعتش مصاري مطلعتش فلوس هتلاقي شركة اخرى طلعت هي المنظومة كده لكن ما تركز في شركة واحدة لا تدع البيضة كله في سلة واحدة يعني فاهم فان شاء الله خير هتلاقي اللينكات الخاصة بأذية الشركات كلها في الـ description بالاسفل انا من رأيي ابدأ بشركات زيادة الدخل وبعد كده توصل للحرية المليئة لو معك دخل ومعك فلوس مفيش اي مشكلة ادخل على الحرية المليئة على طول تمام وادخل مع ذات الدخل يعني ذات الخرخنين بالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة